مدهمات نوعية لمصالح الرقبة تصفر عن حز كميات معتبرة من مادة الموز غير مصرح بها كانت مخبأة داخل غرفة تبريد لمحادة سوق الجمل الخضار والفواكه في الكاليتوس بالعاصمة إثر ورود أنباء عن موجود مخازن موز غير شرعية بسوق الكاليتوس مصالح الرقبة تقفع تخزين أكثر من 432 طن من مادة الموز بقيمة مالية تزيد عن 15 مليار سنتيم كانت عندنا معلمات مؤكدة وواردة على أن هناك عبارة عن مخازن غير شرعية في حدود الرابعة صباحا بتنسيق مع مصالح الدرك الوطني قمنا بمداهمة بعض المخازن التي كانت مملوئة عن آخرها بمادة الموز الذي اعتبر سعره وصل إلى ارتفاع جنوني ومساوى فاحش حيث كانت قيمة المحجوزات حوالي 15 مليار سنتيم أعوان الرقبة قاموا بتشميع المخزن وتدوين محضر مخالفات ضد المستورد المتهم بعدم التصريح بالمخزون وعدم حيازة سندات التحويل قمنا بالمعينة الميدانية التي أسفرت عن عدم وجود أو عدم الغياب التصريح بالمخزون وكذلك انعدام سند التحويل من المقار الاجتماعي إلى المخزن مما تحتمى علينا إلى إدراجه ضمن تطبيق قانون المضاربة بناء على المرسوم بـ 15 مدى عشرين مصالح الرقبة وعرض بتنظيم عمليات مدهامة أخرى لكافة المخزن في قادم الأيام لكشف أي تعاملات مشبوهة في بيع وشراء مادة الموز نعم هناك عملية أخرى يعني احنا سطرنا برنامج لمراقبة كل المخازن على مستوى ووليات الجزائر بالتنسيق مع الدرك الوطني تحرك الوصائل محاربة بارونات الموز قد يعجل بتراجع أسعاره التي تجاوزت حدود المعقول بفعل المضاربة والاحتكار اشتركوا في القناة